جاي الطرف علم اسلام ابو عبدالله عندك سيدة تتكلم عن قهو الصباح ايو والله كنت بمزرعة ولد عمي ومعاي الوالد اخواني قعدت قبل الصلاة شبع النوم ما هو يعني صلاة الفجر ايو والله لا شبعت نوم بالمزرعة ولي مدة ما كتبت قصاي داك الوقت ببديرها قلت بان الصباح ويوم شبيت ضوي زهمني الهاجس ورديت له السم قال احبا سأل من الخضر وبتروي لا تعجينا الحمسة ولا انت معلم كار النشامة سوي اللي تسوي وحمس لنا وحكر لنا كيف نمهيلك ما تدم ولا راك في كلا اللي هجوسه تدوي داوى الجروح الغائرة هو انت تفهم عاد انا خاطب الشعر يقول قلت انت وينك توي يزهمك توي ومنطول الغيبات بيجيب مغنم يا مرحبا واهلين قلت انت وينك توي يزهمك توي ومنطول الغيبات بيجيب مغنم يا مرحبا واهلين زينت جوي يا هاجس يتبشر وما تطلبها تم فتصر لك العنوة بلي تلوي ووجزلك الهرجة ولا يلحقك هم تقوى الاله وخوف ربك يقوي عزيمتك والصبر للعبد بل سم وابوك تاج الراس بره يضوي الله يطيب اعمالك بزاك الله خير ابوك تاج الراس بره يضوي درب الحياة وضاعف البر بل ام ولا تارد الا العذب واحذر تروي من الهماج تموت ولا تندم ولا يزعلك هرج الهدانة مهوي ترسبتها لك مدح والمدح لك ذم ارضي حرث وزان وابلي ونوي يومين بعض الناس تشرب من اليم ما عذر بالطيب وله عدوي وما مدح ردي الفعل له ولد عم يا هادسي والله عكرت جوي لو لا بطاة غيبتك ما قلت لك تم يا سلام